بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 8 هنا في مثال المفروض أن نحن نحلو علشان نحسب مجموعة من الفاكتورز اللي بتخص الستيفنس اللي تعلمناها في الأجزاء السابقة فأنا عندي هنا double reinforced beam يبقى beam في double reinforced ده الاريا ستيل وده هنا الاريا ستيل داش with h اللي هو total depth h بيساوي 24 انش البي 12 انش والدي داش المعروف دي داش دي داش ديت اللي هي الكافر اتنين ونص والدي 21 ونص انش with اتنين نمبر 7 bars in compression steel يبقى الاريا ستيل داش يعباره عن اتنين نمبر 7 in compression steel under 4 نمبر 7 bars in tension steel هنا موجود عندي 4 نمبر 7 يبقى انت عندك من الجدول هتحسب الاريا ستيل داش هتحسب الاريا ستيل يبقى بالتالي عرفنا ال compression steel والتنشن استيل الماتيريالز اللي حنشتغل عليها اللي هي ال fc 4 ksi وال f y 60 ksi مطلوب نحن نحسب كل الفاكتورز اللي تعلمنا نحسبها فيه اللي فاتت على الكروس سكشن اللي احنا شايفينه نحسب مثلا ال ijt اللي هو transformed moment of inertia ال icr اللي هو المومنت اللي بيحصل عنده الكراكينج الكراكينج مومنت ونحسب فيه اللي مكان neutral axis ترجمة نانسي قنقر